اهلا بحضراتكم الجديد نتائج جولة الزهاب هتديكم مؤشر الاهلي فاز في المنستير على الاتحاد المنستيري 1-0 الزمالك فاز على فلاميو البروندي في ملعب المفروض فلاميو البروندي لكن كانوا بيستضفوا هنا في برج العرب 1-0 المفارقة ان الفرقتين يسجل المدافع من كرة سبتة بنفس الطريقة بلاتيو اليونايتد النيجيري كسب في ملعبه كسب التراج 2-1 المريخ السوداني فاز في ملعبه على اهل طرابلس 2-0 يانج أفريكنز بتنزاني تعادل مع الهلال السوداني 1-1 اسكو ديكار بطل توجو تعادل في ملعبه او خسر في ملعبه من شبيبت القبائل 2-1 نجليك النيجر فاز او خسر في ملعبه من الرجاء المغربي 2-0 كبتاون الجنوب الافريقي خسر في ملعبه من بيترو اتليتكو الانجولي 3-0 دي النتيجة غريبة فرقة فلافيو وجلبرتو جاية بقوة فلافيو أعتقد مدرب عندهم فيبرس الأغاندي اتعادل مع مازينب الكنغولي 0-0 ريال ليوبارد سواتيني اتعادل مع القطن الكاميروني 1-1 ساندونز عمل اكبر فوز لانه كسب لباس بطل سيشل في سيشل والاتنين يعني ممكن يكونوا استضافوا برضو في ملعبه 7-0 فتقريبا الفريق الوحيد اللي شبه تقاهل او تقاهل ساندونز فاز بره ملعبه 7-0 اول غسطس الانجولي خسر من سنبا التنزاني 3-1 من ملعبه اه ودي غريبة برضو ده معناه ان سنبا فرقة جاي بقوة السنة دي في ريفرز يونيتد النيجيري فاز في ملعبه على الوداد حمل اللقب 2-1 اسك الافواري خسر في ملعبه من حوريا كوناكر الغيني 1-0 ديجوليبا المالي فاز على شباب بلوزداد في مالي 2-1 رايل كاديوجو مع فيتا كلاب اتأجلت ليوم 16 اكتوبر مماريات العودة طبعا هتتزعب جمعة وسبب ما لاحصتش حاجة قول الفريقين الناجيريين على ملعبهم كسبوا مين بلاتيو كسب التراجي وريفرز كسب الوداد كسب الوداد ده معناها ان الاندية الناجيرية راجعة بقوة راجعة بقوة واضح ان الاندية جديدة الاتنين ريفرز يونيتد والتاني وان كان النتاج مش وحشة بالنسبة لا للتراجي ولا بدأ لان اتنين واحد يعني واحد صفر في ملعبهم طب على الرأي صديقك محمود شعبان خد التقيلة هات التقيلة فريق ناجيري جديد يونيتد برضو استضاف مين في الكونفدرالية استضاف نهضة بركان المغربي حامل اللقب فاز عليه ثلاثة فريق ناجيري لا ناجيريا بقى مش بتغذر فدول ثلاث اندية باسم يونيتد كل واحد ماسك يونيتد فواضح ان دي شركات جديدة حطت رجلها في الكرة النيجيرية الاستثمار في النسور بقى وناجيريا اصلا ناجيريا وغانا والكاميرون دول اصحاب الطول والقوة البدنية طيب بعد هذه النتائج بعد فوز الاهلي وان كنا بنؤكد ونعيد ونزيد اللي حصل ده الشوت الاول ده اللي اكد عليه ميستر مارسيل كولر للعيبة بعد المباراة وقبل التمرينة بتاعت النهاردة ما فيش حاجة حصلت الشوت الاول انا نخلص واحد صفر الشوت التاني يوم السبت كل التركيز كل التأدير كل الاهتمام بالمباراة لانه فعلا صعبة تخيض تخض شكرا